السلام عليكم جميعاً كيف كنتوا أخباركم؟ طمنوني عنكم حبيت أفرجيكم طبعاً قناتي الثانية للغة السويدية اسمها Zvenska Made Khaled Zvenska Made Khaled أكتبو هيك بس فوتوا على اليوتيوب أكتبو Zvenska Made Khaled بطلع لكم القناة جداً مهمة جداً مهمة وفيها دروس ومقاطع ما رح تلاقوها بولا قناة أخرى أنا متأكد يعني في أمور متشابهة ولكن كل واحد له أسلوبه وكل واحد له طريقة شرحه وغير هيك أنا في عندي مواضيع بطرحها على هاي القناة أنا متأكد ما بتلاقوها على ولا قناة أخرى فلي بده يتعلم ويتميز باللغة السويدية يفوت على Zvenska Made Khaled أو Khaled أنا مثلما بتعرفوا تصيدري متخرج من جامعة أوميو بسويد فراح تيكون دروس ومقاطع من الحياة اليومية من لغة الشارع من لغة اللغة الأكاديمية اللي مستخدمها بالجامعة وبالثانويات بحط على القناة كل شيء أي كلمات جديدة بتمر معي من الحياة اليومية اللي ما بتقدروا تسمعوها أنتوا بالمدرسة أصلا هاي كلها أنا بجيب لكم إياها من الأفلام من الروايات من البرامج اللي بحضرها أفلام كل شيء بجيب أحلى كلمات وأحلى جمال وبعرض لكم إياها عنكم هون بس تفوتوا على القناة راح تلاقوا سبيل لستور اللي هني لائحات فوتوا عليها أسم لكم هون أنا كل اللائحات المهمة مثل ما شايفين فيه عندنا مراسلات الشركات بجيب لكم دائما النصوص مراسلات بين الشركات وبين الشخص مثلا شركة السكن شركة مؤسسة الضرائب إيميلات من داخل الشغل مثلا بالعمل وهكذا معنومات عن مشوار الدراسة أنا كيف درست بالسويد من الصفر بلشت ترجع الدراسة الأول وجديد دروس قراءة بجيب لكم مقالات كاملة بعرض لكم إياها وبقرأ لكم إياها وبنحكي عن أهم الكلمات فيها هاي السلسلة جدا مهمة كلمات سويدية مستوى عالي جدا جدا مهمة وكلمات قل ما تمرق معك بمدرستك أو بشغلك بدك وقت لتمرق معك هالكلمات فأنا كلها جايب لكم إياها مجمع لكم إياها عندنا دروس للقواعد جدا مهمة فيها دروس للقواعد من اللي ما شايفين هون فيسا بفوت على اللائحة عندنا كلمة سو الصفات ثلاثة دروس عندنا الحال عندنا لما نضيف كلمة بور للكلمات كيف يتغير معناتها حرف الأس كيف يستعمل بالسويد الفوكولر عندنا تتعلم النقطة الصحيح للكلمات عندنا المفرد والجمع عندنا الخيل يتكن علامات التنقيت تصحيح نص حسب يعني عادة مثلا بيكون أستاذ مرجع عمل ومعلق عليه فأنا بفرجيكم التعليقات الأستاذ وبنصححها بناء على هاي التعليقات وهيك بصير أنتوا تفهموا كيف تقدروا تنجحوا بالبواد لما الأستاذ يرجع الأعمال عندنا هون الضمائر الملكية وعندنا هون الجمل الأساسي والفرعيلي هني الهود ساتسر والبي ساتسر طبعا في دروس كتير قادمة إن شاء الله بنرجع للقناة بنروح على اللائحات في عندي هون الأمثال والتعابير كمان جدا مهمين تفهم معناتهم عندنا جمل يومية مهمة من الكتب من الروايات من الأفلام من الحياة اليومية طبعا عندنا هون أسماء الأشياء والأماكن والمهن والجنسيات تحدث داخل الصيدلية كيف تحكي بالصيدلية عن الأدوية عن المستحضرات عن كذا الدراسية في السويد معلومات عن التقديم عن الثانويات والجامعات وكيف تحسب معدلك وهكذا ويعني مقترحات عندنا هون مهارات متنوعة مثلا كيف تحكي خلال التليفون لما تجي بدك تقول اسمك أو تقول كلمة معينة بدك تهجيها فلما تجي تقول الحروف عشان يفهم عليك فهذا جدا مهم هون نتعلمها هاي مهمة وعندنا المناسبات العامة والأعياد المهمة مثل الهوك تيدر ونيجي هون لآخر سلسلة وهي أهم سلسلة تقريبا بالقناة هي والكلمات المهمة اللي فوق بنفوت عليها وهي كتابة النصوص بالسويد ها جدا جدا مهمة كتابة النصوص فيها كل أنواع النصوص يلي ممكن تنطلب منكم بالمدارس بالسويد عنا رسوني راندي تيكست عنا نوفيل أناليس ديباط أرتكل عنا الأوتري راندي تيكست عنا الأرجومنت عنا تحديد الرواية القصيرة نوفيل أناليس عنا اليوم ناسية أربية العلمية والأدبة في عنا كيف تعملوا تذكروا المصادر بالهارفورد سيستيم جوا النص وتحت النص وعنا الريفيرات وعنا يومناسي أربيدي وعلمي وعنا البي أم وعنا رفلك هونس وبيفت وهكذا النص طبعا مليان في عنا كيف تكتبوا الكوسيري كيف تكتبوا البي أم فيلم أناليس بوك أناليس الأبساتس كيف تكتبوا الريبورتوش كيف تقنيات كتابة الموضوع بإتقان عنا الإكسومن أربية تبع الجامعة بحث التخرج من الجامعة وعنا بحث التخرج من السنوية وكيف تكتبوا الإنساندري وهكذا كل أنواع النصوص وطبعا في بعض نصوص كتير كتير جاي يعني عن كل نوع راح أعطيكم خمس سعشر نصوص ولكن كله بالدور بيجي والشي اللي بدأ لكم المهم جدا بهاي النصوص أنه هي أنا بهاي القناة بهاي اللائحة هون النصوص راح أنزل دائما الوظائف يعني هي هاي كلها ياتها أعمال مطلوبة من المدارس بالسويد أعمال حقيقية يعني ومعاملينها وبعطينا الأستاذ وناجح فيها الطالب فأنا ما بعطيكم هون غير الأعمال اللي هي العمال المقبولة بالسويد ولكن مهم جدا نتعلم أنه هاي النصوص اللي تتعلموا منها ولكن ما فيكم تنسخوها زي ما هي وتقدموها للأستاذ لأنه تنكشف لأنه هي ريضا مقدمة يعني هي مقدمة للأستاذ فما بصير بس هاي قناة زمنسكا من كالد اشتركوا فيها وانشروها لتوصل أكبر عدد من الطلاب لأنه قناة أنا بقولكم يعني هاي اللي هتلاقوه هون ما في منه ولا قناة بالسويد ما في قناة أصلا تعطيك أعمال كاملة يعني هي الوظائف نفسها اللي بتنطلب بالمدرسة اللي هتلاقوها هون وطبعا عندي مش فس بالسويد مواد أخرى كمان الوظائف اللي عندهم طلب بالمدرسة كامعكم خالد زمنس كامي خالد ما تنسو اشتركوا فيها وانشاء الله بتتميزوا باللغة بإذن الله كامعكم خالد والسلام عليكم